منذ صدور قانون إنشائها في العام 2014 دأبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على القيام بدورها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في البحرين من خلال ممارساتها الحرة والمستقلة إلى جانب ذلك فقد عمدت المؤسسة إلى القيام بأنشطة اجتماعية عديدة كان آخرها حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف تاريخ اليوم من كل عام بالأمس القريب تشرف مفوضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتسليم جلالة الملك المفدى نتاج جهدهم الحقوقي في تقرير جاء بكنف حرية كفلها قانون رقم 26 لعام 2014 الناص على إنشاء هذه المؤسسة ثقة ملكية سامية مهدت الطريقة وقدمت الصلاحيات انطلاقا من مبدأ حماية حقوق الإنسان في البحرين إنجازات تتوالى وأصداء دولية تسجل إعجابها باستمرار بأداء المؤسسة وبالحديث عن أنشطة المؤسسة فإن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع مركز عيسى الثقافي شكلت نبراسا اجتماعيا وثقافية كانت آخرها ندوة بعنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واحتفاء بهذا اليوم وبحضور دبلوماسي وحقوقي شاركت المؤسسة العالم واحتفلت بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعربت من خلاله عن فخرها باعتراف مملكة البحرين بهذا الإعلان وعلى تبنيها لمبادئه وعلى تضمينها في قوانين المملكة وتشريعاتها الداخلية يعتبر يوم مهم بالنسبة للعالم الذي أوضح فيه هذا الإعلان لجميع الحقوق والواجبات للإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أعتقد أن الحصول على هذين التقريرين وخاصة التقرير الثاني هو إشارة إلى أن العمل الجاد في مؤسسة حقوق الإنسان جار على أكمل وجه وأعتقد أن من المهم على المجتمع المدني الإطلاع على هذا التقرير وأن يكون مرجعا لهم ويمكن العمل به في نهاية الحفل قدمت المؤسسة وعودها بمواصلة العمل على تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في البحرين وباستثمار صلاحياتها وأدواتها بما يخدم العمل الحقوقي بالتعاون مع جميع الشركاء من الجهات الرسمية المحلية والدولية انطلاقا من أهمية أن يدرك الجميع ما له من حقوق وعليه من واجبات فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت من هذا المقام على أهمية تدريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المدارس والمعاهد والجامعات من أجل غرس مفاهيم هذا الإعلان في نفوس الناشئة بس سام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين